العدد قصة 2-5 هو كسر غير قابل الاختزال بطبيعة الحال الجواب هنا جواب صحيح لأن القاسم المشترك الأكبر لعدد 2-5 هو 1 بعد تأكيد الجواب ستظهرون لنا هذه الرسالة Bravo, c'est une bonne réponse وكما تلاحظون هنا ينتقلون لسكور من 0 إلى 1 سنقوم بتوليد سؤال جديد 4 على 4 يتون فرقشون إي غي ديكتور هذا جواب خاطئ بطبيعة الحال هذه جملة الخاطئ أعفوا بعد ساحب البطاقة سنضغط على valid لتأكيد الجواب Bravo, c'est une bonne réponse بعد إجابة عن السؤال الأول إذا كان الكسر قابل الاختزال ستقوم البرمجية باقتراح سؤال جديد تطلبه من خلاله المتعلم أو تطالبه من خلاله المتعلم بإدخال الشكل المختزل لعدد الكسر المقتلح 4 على 4 يمكننا اختزاله بطبيعة الحال سأسحب إحدى البطاقتين هنا لدينا بطاقتين إحداه مع حمراء والأخرى كما تلاحظونها من زرقاء هذه القيم التي تحميلها كل بطاقة يمكننا التحكم فيها عبر هذه الأزرار هنا يمكنني التحكم عبر هذه الأزرار في القيم التي تحميلها كل بطاقة الأزرار المنونة بالأحمر ستحكم في القيم التي تحميلها البطاقة الحمراء والبطاقة الزرقاء نتحكم فيها أو نتحكم في القيم التي تحميلها عبر هذه الأزرار المنونة باللون الأزرار 4 على 4 يمكننا اختزال يمكن التلميذ أن يكتب 2 على 2 مثلا سأقوم بتخفيض القيمة التي تستحميلها البطاقة الحمراء إلى مثلا 2 وكذلك سأقوم بتخفيض القيمة التي تستحميلها البطاقة الزرقاء إلى العدد 2 هنا مثلا لدينا 4 على 4 يساوي فعلا 2 على 2 لكن هذا العدد الذي قمت بتدخله ليس بالشكل المختزل لاحظوا عندما أضغطوا على Validate ستظهر لنا رسالة جديدة تخبرنا إن كان الجواب صحيح أم كان الجواب قاطعا هنا الشكل المختزل هو واحد بطبيعة 4 على 4 يساوي 1 فالسكور لم يتغير كانت 2 وبقية كما هي لأن الجواب الثاني كان جواب خاطئا سنقوم بتوليد سؤال جديد مثلا 11 على 18 يعني شكل هذا الكسر غير قابل للاختزال هذا هو عبارة الشكل المختزل للعدد الكسر هنا وي سنسحب هذه البطاقة ولاحظوا عندما أضغطوا على Validate فإن السكور سينتقل من 2 إلى 3 لاحظوا حصلت على نقطة إضافية هنا لدينا العدد 20 إلى 28 عدد الكسرية 18 إلى 28 هذه هي جملة خاطئة هنا سنسحب لا وسنقوم بالضغط على Validate بما أن الجواب سيكون جوابا صحيحا فإن السكور سينتقل من 3 إلى 4 ضح ذو معي هنا Validate انتقل إلى 4 وتقوم البرمجية باقتراح السؤال الجديد تطالبون فيه بإدخال الشكل المختزل للعدد المقترح 20 إلى 28 سنقوم باختزاله هذه المرة سنقوم باختزاله بشكل صحيح الاختزال الذي سنقوم به بطبيعة الحال بعد السحب البطاقتين هنا سنقوم بالاختزال بالعدد 4 20 تساوي 5 في 4 و 28 تساوي 4 في 7 بالاختزال بالعدد 4 سنقوم بالاختزال سنقوم بالاختزال سنقوم بتغيير هذه القيمة إلى 5 وسنقوم بتغيير القيمة التي تتحمل البطاقة المتواجدة في الأسفل في المقام إلى 7 5 في 4 تساوي 20 و 7 في 4 تساوي 28 بعد الضغط على Validate سنقوم بالاختزال على الجملة وإذا كان الجواب صحيحا فإن الاسكور سيتقل من 4 إلى 5 وإذا كان الجواب خاطئا فإن الاسكور سيتجمد في العدد 4 وستظهر لنا رسالة تخبرنا بأن الشكل المختزل للعدد ستحصل عليه بشكل صحيح بما أن الجواب هنا الصحيح انتقل كما تلاحظون الاسكور من 4 إلى 5 سنقوم بتوليد سؤال جديد مثلا 5 على 16 هو شكل غير قابل للاختزال لقد تلاحظون الاسكور وإذا كان الجواب جيد وإذا كان الجواب جدا انتقل من 5 إلى 6 29 إلى 5 كذلك هو عدد كسري غير قابل الاختزال سنتقل الاسكور من 6 إلى 7 السؤال الثامن هنا طبيعة الحال 7 إلى 3 ليس هو الشكل المختزل لعدد 21 إلى 14 العدد 21 إلى 14 ثم كان المختزل قابل 3 إلى 8 ثم قام باختزال 7 ثم 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 سنقوم بتوليد سؤال جديد على جواب خاطئ وهنا تقول البرمجية بأن الشكل المختزل ل7 على 16 هو بطبيعة الحال العدد 7 على 16 لأن 7 على 16 قاسمهم المشترك الكبر هو العدد 1 29 ثلاثة كذلك 6 على 14 يمكننا اختزاله 6 على 14 اختزله بالعدد 2 6 على 14 وهذا ما ستطالبون به البرمجية ستقوم باقتراح هذا السؤال تطلب فيه اختزال عدد 6 على 14 سأسحب أولا البطاقة الأولى وسأسحب البطاقة الثانية هنا مثلا عندما نقوم بالاختزال بالعدد 2 6 على 2 هي 3 و 14 على 2 هي 7 بعد الضغط على valid سأحصل على جملة تخبروني بأن الجواب كان جواب صحيحا سأحصل على نقطة إضافية 13 وتطالبون البرمجية باختزال هذا العدد 26 على 6 26 على 6 عندما نقوم بالاختزال بالعدد 2 سأحصل على 13 على 3 ثلاثة على 13 أفضل أني قمت بكتابة ثلاثة على 13 ثلاثة على 13 أفضل أني قمت بالقل بهذا العدد ثلاثة عشر فاليد هنا بطبيعة الحال الجواب كان جوابا صحيح خاطئا 3 على 14 لقد قمت في كتابة 3 على 14 لعدد 26 إلى 6 بعد اختزاله سنحصل على 13 في جوج مقصوم على 3 في جوج بعد اختزال بعديدنا سنحصل على 13 على 3